أهلا بحضراتكم من جديد فرغ الأهلي من هذا المعترك الأفريقي بكل تفاصيله اللي مؤكد له دروس كبيرة جدا واللي مؤكد أنه فيه تفاصيل كتيرة سيعكف المسؤولون على دراستها لأنه هي مشاركة بتنتهي لكنه بتنتهي بدروس وبتنتهي بتفاصيل وبتنتهي بأحداث بنخرج منها بحقائق كبيرة تفيدنا في اللي جاي ودي دايما وأبدا سمة الفريق البطل أنه حتى من الرقام بتاع الفشل بيطلع منه ما يفيده كوقود لللي جاي فيه تفاصيل كتيرة مؤكد فيه أخطاء كتيرة بلا شك فيه تقصير فيه عقوبات فيه تعامل احترافي مع الملف كله عشان نقدر نبني على الإيجابة منه ونصوب السلب منه اللي ما بيردمش مشوار عمله وينتهي منه خلاص لا بيتدرس بشكل أكيد دقيق جدا لكن ما فيه حاجة ما فيش حاجة بتعلن آه لأنه المركب فيه عرض البحر يوم الخميس فيه مباراة مهمة فيه مشوار مهم جدا للأهلي في البطولة المحلية فيه صدارة للأهلي لبطولة الدوري قطع فيها شوت كبير جدا الناس اللي كان بتتكلم على الأهل الخمستاشر والأهل الستاشر لمجرد أن كان عنده مباريات مؤجلة مش عايزة تشوف دلوقتي أن الأهلي أول الدوري فبالتالي مطلوب إعاقة الأهلي آه مطلوب إعاقة الأهلي هناك من يزرع الألغام في طريق الأهلي قولا واحدا بلا شك موجود وده كان مضمون للتشرح ويدفع الكثير من أجل زرعة هذه الألغام والمسائل بقت واضحة وضوح الشمس إعاقة الأهلي لدى هؤلاء مسألة لا مرأة فيها ولا كلام عنها واضحة جدا للجميع هناك من يزرعون الألغام مش بس الأشواك بس الأهلي دامنه أبدا في قوته وفي وحدته بيقدر يتغلب على كل حاجة وبإذن الله تعالى سيتغلب على كل شيء عنده مباراة مهمة يوم الخميس مع بيرامد الأهلي بعت لاتحاد الكرة لأنه الأهلي صاحب المباراة بعت لاتحاد الكرة طلب استخدام طاقم حكام أجنبي ودفع الشيك يعني الطلب راح مصحوبا بشيك قيمة المستحقات المطلوبة كمنظم للمباراة وسبق للأهلي قال قبل كده هتجيب له حكام أجانب هاتلي حكام من المستوى الأوروبي الأعلى هتروح تجيب له حكام بيجديره في الدور السعودي بأن أنت ما جبتش حاجة هتختار وفقا لاخترار يعني تكتشف أن بكاري جسامة سيد براهيم محاكم ست مطشاط في الدور السعودي الـ 13 اللي فاته دوله بكاري جسامة الحاكم الأفريقي الوحيد اللي بيحكم في الدور السعودي ست مباريات هقولها لكم دلوقتي بالتواريخ وبالأسماء وبالمباريات احنا بنتكلم على أنه خليك حريص على أن أنت تدرق الشبهات احفظ حق تكافؤ الفرص الجملة اللي ما بترددهاش إلا مع الأهلي باستمرار لما تيجي تتكلم فيها حاجة أقولك حفاظا على تكافؤ الفرص وتبقى كل الفرص قبل كده منتهكة ومسلوبة خالص ما فيش أدنى تكافؤ بينها بس الجملة دي ما بتسمعهاش إلا لما أمر يخص النادي الأهلي الأهلي باعت طلب وينتظر استخدام طاقم حكام أجنبي يكون على مستوى ودلوقتي أظن تم تحديد في عالم المعلومات دلوقتي ما فيش حاجة بتستخبى أقدر أقولك دلوقتي مين اللي لعبه في الدور السعودي ومين اللي بلعبه في الدور المغربي ومين اللي بيحكمه في الدور التونسي المعلومات متاحة للجميع فعلى الأقل لما بنجيب طاقم أجنبي هات ناس على درجة من عدم الإثارة الجدل حتى خليك حريص على هذه المسألة فأنا أتمنى إن الأمور تأخذ المنحة الشفاف الشفاف ما أعتقدش إن في حد بيقبل الكلام دا دلوقتي ترجمة نانسي قنقر